موسيقى موسيقى الآن يساعد كثير المؤمن اليوم يفكر ويحكي بهذا الموضوع أنه يسأل نفسه طيب لو الله ما كان ثلوف كيف يكون الوضع فهون عندك طريقين ممكن يمشي فيه إما الطريق الأول هو طريق التلاميذ التلاميذ اللي هم يهود يؤمنون بقوة جازمة بالإله الواحد كيف هم فهموا الموضوع في الأول هذا طريق التلاميذ والرسل الأوائل أو أوائل المسيحية هنا طريق الآخر هي الطريق الذي يرفض أي فكرة عن تعددية ضمن الإله الواحد اللي ممكن نسميها الوحدانية المطلقة بعض الناس سموها وحدانية مجردة بيعتمد على التعريف إنما وحدانية مطلقة رفض فكرة أنه هناك آب وإبن وروح قلوس ضمن الإله الواحد لو ابتدينا بهذا المفهوم مفهوم أن الله ليس ليس قائم في علاقة سرمدية لو بدنا هناك شو منلاقي منلاقي الإيمان بيكون الإيمان بإله واحد خالق أوكي وهناك الخليقة هو ليس قائم هيك الآن تتكلم عن الوحدانية المطلقة وحدانية المطلقة يعني إذا افترضنا أنه وحدانية مطلقة شو نوع الإله اللي بدي منصوره في الوحدانية المطلقة بالضبط عم بحاول أشوف الآن هما بقاموا من وحدانية حقيقية ونحن نؤمن بوحدانية حقيقية لكن الإيمان والوحدانية المطلقة بيرفض الآب والإبن روح القدس بيصير الآن الفكرة هنا الإيمان فقط بخالق وخليقة الآن الصعوبة في هذا مع أنه هي حقيقة الله واحد لكن صفاته بتكونش واضحة صفاته بتكونش معروفة بتكونش الإنسان متأكد من طبيعة هذا الإله التركيز بيكون على مقدرته في الخلق عدالته في تنفيذ مشيئته والدينون لمن لا يطيعه كون إله بهذا الشكل غير معروف إذا كان هو ممكن يتعامل معي بمحبة أم لا مش واضحة تماما الآن في المفهوم الوحدانية المطلقة الفلسفية بيصير بسبب التركيز على وحدانية الله بيصير فيه تركيز على قوته على قدرته لتتميم مشيئته هيك بيصير بمعنى بيصير صفات الله هي نابعة من مشيئته الحرة تكلم عن طلاقة المشيئة الإلهية عرف كيف بمعنى أنه مثلا إذا كان الله حبني أو اختبرت محبة منه بتكون لأنه قرر يعمل هيك بس ممكن يقرر العكس وبهذا المفهوم طبعا أي فكرة بنحكيها اليوم ممكن نوسعها بإثباتات أكتر بس نحن وقتنا دي بهذا المفهوم بيصير الله غير ملزم لا بوعد ولا بناموت حتى بيصير بمفهوم الوحدانية المطلقة بتصير أنك اتعرف الله تسأل عن صفاته غير مسموح بتصير تطلع عبارات زي بلا كيفة ولا تشبيه يعني ما تسأل كيفة ولا تحاول تشبه كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك بيصير حتى قائمة صفات الله بتصير عبارة عن زينة أسماء يرددها لكن ممنوع على الإنسان يسأل معناها إيه بيصير واحد يآمن بإيه عرفتك بسبب التركيز على الله الخالق فقط بيصير صفاته غير واضحة بيصير الإنسان مش قادر يكمل مش قادر يركم مش قادر يتكل على هذا الإله الخالق مش قادر يتواصل مش قادر يتواصل لأنه بعيد بعدين هذا الإله مش عم بيطلب منك تعرفه عم بيطلب منك ظلك بعيد تطيعه تطيعه بتكون علاقة عبد إلى سيد وليست علاقة ابن إلى أب مختلفة هذا المفهوم عن الله بالوحدانية المطلقة التي ترفض الثلوث شو بيصير عندك بيصير عندك هذا النوع من الإله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة